السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير وأهلا بكم وحلقة جديدة والموضوع كبير وما فيش أكبر ولا أهم من موضوع النهاردة الطلق عايزين تتطلقوا؟ أنا جاي لكم النهاردة ومعايا الحل بس الأول نعرف وإحنا عايزين نتطلق ليه؟ زهيئت منها؟ عايز تغير مثلا؟ يعني ولا هي كرهتك في كل الستات؟ مش طايقة لعيشها معاه؟ ولا يعني خلاص بقى جبت أخرك ومشت يعني اتندمك على اليوم اللي تجوزته فيه؟ بس خلوا بالكوا يا جماعة الحاجات دي نتائج مش أسباب أما لإيه الأسباب؟ خلونا نعرف الأول إن أي حاجة في الدنيا بتحصل لازم يكون فيه سبب سببها الأول وبعدها حصلت النتيجة دي الكلام الأمثلة زي مثلا الملل ما فيش توافق بيننا فيه خيانة اختلاف الأولويات في الطباع كل الحاجات دي نتائج مش أسباب ويمكن لو عرفنا الأسباب الحقيقية نقدر ناخد القرار الصح إما إن إحنا نعالج ونكمل أو نقول لا والله إحنا هو فعلا الطلاق هو القرار المناسب دلوقتي خلونا نفكر سوا وناخد القرار سوا ونشوف مع بعض إيه هي الأسباب وإيه هي النتائج وإن شاء الله أشوفكم بعض الفاصل وتابعونا على صفحاتنا على سوشال ميديا الفيسبوك اليوتيوب وإيه هي الموجودين قدامكم على الشاشة ونتقبل بعض الفاصل وناخد القرار سوا إن شاء الله عشان ناس اختيار الغلط من الأول ولا عشان إيه بص هي الأسباب كتير وبتختلف من الحالة للتانية لكن خلينا أقول لك على أشهر الأسباب الاختيار الغلط من أهم الأسباب سواء اختيار الراجل أو اختيار الست بنختار من غير معايير من غير علم من غير رؤية بنتجوز وخلاص وبنكتشف بعد الجواز المتسرع ده اختلفات كتير اختلف التربية اختلف الطباع عدم اقتناع ببعض بعض الحالات بتوصل للعنف المنزلي ممكن تلاقي طرف مدمن للمخدرات ونزق أصلا ما تعرفش كل ده نتيجة ايه الجواز المتسرع عندك كمان المشاكل المادية وهنا لازم الطرفين يكونوا مقدارين من الأول احتياجاتهم ايه وإمكانياتهم ايه ونكتهد ان احنا نزود داخلنا مفيش مانع لكن نصبر ونبقى على يقين انها أرزاق فيه كمان بقى عدم الرضا ان الست تقارن حالها بحال غيرها والراجل يبص الوحدة تانية غير مراط وتبدأ الست ما تشوفوش بشمال عينها والراجل نفس الكلام يحس ان وراته بشمال يعين لكن هي لو ما قرنتش حالها بحال غيرها هتشوفه أحسن راجل في الدنيا سيد الرجال وهو لو ما بصش لحد غيرها هيشوفها أجمل ست في الدنيا ست الستاء ويعيني بقى على الغيرة لما توصل لمرحلة الشك فقدان الثقة وهنا في حالتين إما ان الغيرة أو الشك ده على حق أو مش على حق لو على حق دي مفيهاش كلام لازم الطرف التاني يتوقف حالا عن اللي بيعملوا ده وحتى لو مش على حق لازم الطرف التاني اللي حاسس ان مراته أو جزها ما عندوش الثقة يبدأ يطمنه يبدأ يحسس الطرف التاني لا أنا معاك انت في أمان أنا في ظهرك ونيجي بقى لكارثة الكوارث مشكلة المشاكل السوشيال ميديا كل واحد عايش في علم موازي وشايفه أحسن علم في الدنيا برغم انه لو عايش العلم ده في الحقيقة هيكتشف ان اللي في إيده نعمة كبيرة لازم السوشيال ميديا معانا تاخد وقت محدود ويكون فيها أداب أداب نفس الأداب اللي بنستخدمها في العالم العادي ماينفعش مدام مافيش حد شايفني خلاص بقى تزيط العملية ونيجي بقى ليه حبايب قلبي تدخلات الأهل سواء من قريب أو من بعيد والله لو اللي هيتدخل هيتدخل بحكمة ويقدر يصلح بين الزوجين شيء جميل حاجة حلوة جدا لكن المشكلة ان احنا بنخرب البيوت ونروح نحط راسنا على المخدى والنام وإحنا ممسوطين وهتستغرب بقى لما قولك ان الأبناء أحيانا بيكون لهم دور في ده ضغوط على الأب ضغوط على الأم بالذات يكون فيه ضغوط تانية حواليهم واللي هو أبلاد يكونوا اللي عامل يخلص على العلاقة دي خالص فبينكون عليهم دور زي ما بهم بيتأثروا لما يحصل الانفصال لازم يكون لهم دور في لم الشمل طب إزاي نحقق مبلغ للحسن لو حصل الطواء أول حاجة لازم نفصل بين خلافاتنا أيام الجواز ودلوقتي في الوضع الجديد احنا بنبني علاقة جديدة ليه نخسر فيها زي ما خسرنا في اللي قبلها ليه نفكر بشكل انتقامي بالعكس لمقدرناش نكسبه وإحنا متجوزين دلوقتي ممكن نكسبه نتعلم من أخطاءنا ومن خبرات اللي عدت علينا بحلوها بقى ومرها احنا دلوقتي عارفين بعض كويس يعني نقدرناخد قراراتنا بشكل أهدى طلع حصل وخلاص كمان إياكم وأكل الحقوق بالباطل مهما كان الخلاف ربك عادل وعالم مدام ربنا قال إن في حقوق يبنقديها سواء كنا مضطرين أو لا الحق حق ما نحرمش ولادنا من بعض ولا لنقل صورة وحشة عن بعض مهما حصل لأن ده هيدر ولادنا وظن إننا متفقين إنهم لهمش الذنب إننا ما نجحناش مع بعض ولو ما قدرناش نرجع لبعض وطرف من الاتنين حبي يتجوز ما نعتبرش إن دي كده قطيعة بنا ونبوز العلاق بالعكس أنا أحرم مقاح الله الله ما تسمعوش للناس اللي ممكن تكون سبب خراب البيوت اسمعوا بكلام ربنا وبعد كده لما تحب تستشيروا حد نستشيري الناس اللي عندها الحكمة اللي تقدر بأمر الله تكون سبب في عمار البيوت نسامح ونغفر عشان نقدر نكمل نتخلى عن الكراهية عمر الكراهية منافعت صاحبه بالعكس لو قدرنا نعمل ده يبقى فعلا طلاق بإحسان أهلا بيكم مرة تانية الحمد لله على السلامة النهاردة أنا مش جاي أقول لك الطلاق حلو أو طلاق وحش لا أنا جاي أقول لك هو ده الطلاق هي دي مميزاته وهي دي عيوب مميزاته إن إحنا يحصل استحالة للحياة بين زوجين وربنا سبحانه وتعالى علشان ده أحل الطلاق وجاي أقول لك إن سلبياته دي مشاكل الأولاد صراعات بتحصل فلو سمحت إذا كنت نويت على الطلاق عيد الحسابات تاني فكر تاني هو اللي بيحصل قدامي ده أو المشاكل اللي عندي دي نتيج لأسباب بقدر أعالجها ولا هي إيه بالضبط لما أخذ القرار أعرف حيثياته إيه أنا عندي إيه إيجابي وإيه سلبي هكسب إيه وهخسر إيه من وراء الطلاق ده الحاجة التانية ولادي فين أحسن ومش بقولك ولا بقولك اضغط على نفسك أو على نفسك وولادك عشان خطر ولادك بس أو عشان خطر ولادك بس لا عالج شوف إيه اللي تقدر تعالجه كمان إذا خدت القرار بخلاص إن استحالة الحياة ولازم هيحصل طلاق لازم ندير الموضوع يعني بما يرضي الله وبرحمة وبتغافل وبتسامح لازم ندير الموضوع كده لإن إحنا لو ما عملناش كده واحد ما استفدناش إحنا حاجة تاني حاجة كمان عندنا أولادنا اضروا 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 كبير جدا جدا ناخد تليفون معنا أحمد من القيرة أنا محميد ألو 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 هلو خط فصل طيب خلينا نكمل ونستمعين لك أحمد تاني ونستمعين تليفوناتكو ومتابعتكو على الفيسبوك ونكملين مع بقى زي ما أقول لك جماعة لو أنا أنا ما عنديش مانع أن يكون القرار هو الطلاق بما يبقى أن ربنا أحل ده أنا ما قدرش أقول حاجة ولكن لما تاخد قرار بالطلاق لازم تكون دارس أبعاده وحتى لو في مشاكل مسبقة حصلت قبل كده أنت شايل من حاجة أنت شايلة من حاجة ده موضوع وخلص تعالوا نتصور مع بعض كده اتنين خدوا قرار أنهما ينفصلوا عن بعض هيتطلقوا بمنتهى الأدب وبمنتهى الاحترام إحنا بنتفع على هننفصل إزاي كل واحد يعيش إزاي إيه المناسب للأولاد إيه وقعدنا تكلمنا بهدوء خالص هتقول لي ما ينفعش ده الناس بتبع شايلة من بعضها ده الناس بشأن يا جماعة فيه كيانين مختلفين دلوقت الكيان الأولاني كان اسمه جواز زوج وزوجة وهنا مطلق ومطلقة فالكيس مختلفة الحالة مختلفة تماما نأخذ المكالمة تاني أحمد من القاهرة فاضل يا أبو حميد السبعة الخير السبعة الخير حبيبي أهلا بي أنا سوز أحمد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا الفضل يا أحمد أنا سامع أهلا أنا سامعك يا أحمد تفضل سامعني أهلا سوز أحمد حضرتك أنا تتابع البرنامج بتاعك خط فصل تاني أحمد شكله كده حد يدعيله على التليفون بتاعه ففي انتظار التاني أحمد زي ما نقول لك يا جماعة احنا قدام بكيانين مختلفين الحالة الأولى كنت زوج وزوجة بينكو حاية ومية وبينكو مشاكل وزعل وحاجات وارد فخطوا قرار أنك تنفصلوا أو تطلقوا خلاص التعريفات اختلفت بين مطلق ومطلقة يعني اتنين في بينهم أولاد في بينهم عشرة نبدأ نتعامل مع بعض كويس اتفاعنا على كل حاجة ما منضرش ولادنا ولا منضر نفسنا لو محد فينا بياخد قرار يخدوا تجربة مرة تانية ويتجوز احنا ما نعرضش ليه؟ لأن احنا اتميز يا جماعة اتميز انت كان فيه رباط والرباط ده انفصل وإحنا اللي خدنا قرره اللي انفصل بما أننا خدنا نقرر انه احنا نفصل الرباط ده يبقى خلاص الحالة اختلفت طيب لو احنا مشينا بالشكل ده وكان فيه طرف من الأطراف مش راضي أتعاون مفيش يعني حد يعني ايه والله هو عنده مشاكل أو عندها مشاكل نفسية أو شخصية مش قادرة تتغلب عليها ومش قادرة يتغلب عليها أو فيه مشاكل بقى في التربية فيه مشاكل في السلوك من الأول فيه حاجة أكبر من ان احنا نعالجها في الحالة زي دي انا عايزك تعمل او عايزك تعملي اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو جوزك او طليق او طلقتك خدت منهج او اسلوب غير مقبول وغير وحاجة مش كويصة خالص وانت او انت مشينا معا بما يرضي الله وما فيش فايدة ربنا هيحسب مين في النهاية كل واحد بيحسب بعمله فما قوليش مثلا اصلا امراتي لما حصل الانفصال وطلق كانت عملت وعملت 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 فانا هلففها بقى في المحاكم علشان اديها النفقة بتاعتها مثلا او هلففه في المحاكم علشان يشوف عياله لا خلينا كل واحد بقدره كده كل واحد فينا بيعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي كويص لولادي انا يعني مهما كان طليقك وحش وفي عبر الدنيا انا مش هنقشك في ده لكن ايه الميزة او ايه اللي هتكسبيه انت لو ولادك عرفه ده وبالتفاصيل وحكيت لهم عنه كتير وايه الفايدة اللي هتعود عليك انت مهما كانت مراتك ديقتك في اي حاجة ان انت تحكي لهم عن ان هي كانت السبب في الطلاق ان هي تصرفاتها مش كويسة ان هي فيها وفيها وفيها والحاجات كتير سواء كانت فيها او لا انت مش مستفيد حاجة نهائي بالعكس انت كل اللي انت محتاجه وانتي كل اللي انت محتاجه انك تعيشه حياة سعيدة ما تحققتش للحياة السعيدة دي في الجزء اللي حصل من حياتنا قبل كده يعني نفرح بقى نفرح وننعيش بسعادة بعدها طيب ناخد الفون مين معنا جمعا هلو ايوة ده احمد اهلا بيك تعرف بيك انا امن من الكاهرة اهل امن اهل امن انا معجبة جدا بالبرنامج بتاع حديثتك وهو شهد الناس كتير جدا بس انا عندي تؤال شغل برضو ناس كتير بضلي هو السوشيال ميديا سبب من اشباب الطلاق طبعا طبعا سبب من اشباب الطلاق اذا ما رعناش فيها الضوابط العامة اللي احنا بنرعيها في حياتنا العادية يعني احنا دلوقتي لو بنقابل حد في الشارع او في اي مكان عام بنتعامل معاه بضوابط بنتكلم معاه بطريقة معينة في كلام مسبوح بي ولأ وكلام لأ في تصرفات مسموح بيها وتصرفات لأ في السوشيال ميديا اللي بيحصل لا الناس بتندمج وزي ما نقول كده مدام ما فيش حد شايفني بعمل اللي انا عايزه بقى وقول اللي انا عايزه وبيهمنيش بقى اي حلال واي حرام واي صح واي غلط واي ينفع واي ما ينفعش ما بتفرقش معاي في ناس اصلا بيتجاوزهم من السوشيال ميديا طيب ما قولك حاجة كل اختراع تعرفي التليفون زمان تليفون التليفون اللي البسيط خلص بتاع زمان اللي هو بسماعة ده اول مظهر كان الناس بتقول عليه انه مضر جدا الدش اللي مظهر الناس كان بتقول عليه مضر جدا النت كذلك السوشيال ميديا كذلك كل حاجة مستحدثة ممكن نستخدمها احنا كويس وممكن نستخدمها بشكل سيء اذا احنا عشنا بنفس الضوابط جوه العالم السوشيال ميديا نفس الضوابط بتاعة العالم العادي فاحنا الدنيا تبقى تمام لو اختلفت بقى الضوابط دي وكل واحد يعمل اللي هو عايزه وكل واحدة تعمل اللي هي عايزاه هنا بيحصل المشكلة لان ببساطة الزوج بيبقى شايف زوجته في المعاناة اليومية والشغل والحياة فبيشوفها بحالة معينة والست بتشوف جزها في يعني الشغل وحياته والأولاد والمعاناة والكلام ده فبيمروا بحاجات في الحياة بتسبب لهم المشكلة بتسبب لهم ان هما بيشوف الصورة الجميلة دي انما على السوشيال ميديا انها كلنا مستخبين فكل واحد بيطلع احسن ما عنده وانت بيش شايفها هو ايه فبالتالي بيجي عند الواقع بقى الزوج والزوجة للأسف بيحصل المشكلة شكرا جدا لحضرتك انا النهاردة مش هنا عشان اقولك ان الطراء الطلاق ده حاجة ما تعملهاش او جاي اقولك اطلق انا مش جاي اقولك حاجة من الاتنين النهاردة انا جاي اقولك النهاردة تتفرج بالراحة كده على اللي احنا قلنا النهاردة وفكر فيه هو اللي انت بتعمله دلوقتي صح هو القرار اللي انت خدتيه صح هو القرار الطلاق ده بعد سنة واثنين وتلاتة من النهاردة انا هكون مبسوط بي هكون سعيد بنتيجه طيب اللي بيحصل دلوقتي والحاجات اللي مزعلاني دلوقتي من جوزي او من مراتي ما قدرش هتعلم من معها ما قدرش هعالجها ما فيش فرصة تانية محتاجين نفكر فده كويس اوي 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 ولو خدنا القرار بالطلاق فارجوكم ارجوكم خلوه طلاق باحسان شوفكم على خير وحلقة جديدة والموضوع كبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته